لماذا الآن لم تتحدث؟ لقد جاءت وكانت فرطة أعصابي أعطي لك شي أعطي أعصابك؟ اذهب لنا لزهورات لماذا تتسوى الساعة يا نبيل بيك؟ غالية شوية يا سيادة النقيب يعني بتحكي بالمليون وربع تقريباً ماذا؟ يا خراب بيتك يا دنيا يا بنت فوزي يا خراب بيتك يا دنيا يا بنت فوزي يا أبو سيدك يا حضرك ما بعني مثلو الله يخليك إله ربي ياخدني إذا كنتني أخدت الساعة ولا لمحتى والله أنت مهتمن من قبل الحكومي لازم ما تخونت أماني يا حضرت الأستاذ الضابي بس يا بنت إهدي إهدي خلينا نفهم ليش فيه ساعة بها السعر يا نبيل بيك؟ وفيه ساعات أغلى من هيك بكتير كمان ولزه فيه أغلى ليش ما جرت اللي أغلى وتهمتوني فيها ما مرتو ما بتستاهل متعينة والله تنكاشت مبور كتيري عليها لو تشوف مرتو يا حضرت الضابي بس أنا بريئة بريئة يا حضرت الضابي بس يا بنتي خلينا نفهم طيب كمّل يا نبيل بيك كمّل صار لازم أمشي خليك يشوفي وراكي سوزي عبكرة الصبح مسافر عبيروت مع رفقاتها ولازم روح ضب الله شانتايتها إذا كان هيك روحي يا حبيبتي روحي إذا بدك وصلك بوصلك لا هلأ نبيل بي نزلي ماما إذا تعباني قوم يرتاحي أنا فين يقتركك وأنت باي الحالي طيب روحي كما بدك خليلي إياك يا ماما تنكسر إيد اللي سرقه واللي جيبه كمان مين اللي سرقه؟ شو بيعرفني؟ طيب يا نبيل بيك يا نبيل بيك لازم تجي المدام وتوقع البلاغ بنفسها المدام تجي لهون على المخفى؟ انتي عم تحلم سيداي الستنيفين بتضحي بالساعة كورمان نسر بتيش تاعة وانتي بتعرفي هاشي وامتي سرقتي الساعة لا يا سيدي لا الستنيفين هيك طبعا استاذ نبيل بيك اللي قاعد جنبك هلأ إذا طلب من حرمته تجي على المخفى هلأ بهك وقت بيكون الله يرحمه بس بس ضبي لساني شغلت عشر دايه نبيل بيك بتجي بتوقع البلاغ ومناخد أقواله وبكرة من تمام الإجراءات يا سيادة النقيب المدام بصراحة شديدة مستحيل تجي لهون ما قلت لك ما هو بيرجو في أصاب قدام حرمته معلش إذا بطلت سيادة النقيب يعني المدام بحياته ما فاتت على مخفر عفوا نبيل بيك بس القانون قانون على رأسي، على رأسي أنت والقانون بس كمان هلأ ما معقول تجي المدام فضل شوف الساعة يعني بعد هلوقت إذا بيتم البلاغ هلأ وبصورة رسمية بيكون أفضل لازم نسكر الضبط ماشي الحال حاول جادي شكرا الله معك مع السلامة الله ياخد كل ظالم وينتقم منك ومن حرم تجزتني فين آميد جاه رب العالمي بيظهر أغنية كتير فوق ما تتخيل يا سيدي خرجية كل بنت من بناتهم كل يوم رودة ودودة فوق الميت ورقة يعني اثنين أظم بيطلع لهم قدي يا سيدي الله يستر عليك أنا ما قلي غير الله أولاد الحلال شرواك بالخير ساعدنا ساعدك إذا اعترفت يا الله شو بنتي أعتري جريمة أتك والله ما سرقتوا لنمدت إيدي على الساعة يا حضرة الضابط بعدين أنا بنت حلال ورباية على أسور وما بكونت إيدي على الحرام أستاذ ضابط مليون وربع مليون وربع كيف لك؟ ولك أنا بتقمخ إذا فكرت بمئة ألف ورقة كيف لك كان مليون وربع؟ أستاذ ضابط شرب لك شاب بيطلع بركة دان الله هيك بيفرج عليك بتشكب حدا يادر يا لا ما بشكب حدي الله ما بيني وباني كذبت عفوا سوري شكرا شكرا